السلام عليكم وصلنا لتمرين لقم 9 في حل تمرين 200 رضيت أول تنوي صفحة 260 تمرين 9 شي قول قالك إذا كان صاد أس ناقص نص تساوي 3 أوجد قيمة صاد آه تمام هنا عندي صاد أس ناقص نص صاد أس ناقص نص عبارة عن شني؟ صاد أس ناقص نص هي عبارة عن لما تيجأ أس سالبة تيجأ أس سالبة هنا ش نديرو لابد من رجعوها للمقام هي نفسها واحد على صاد أس نص يعني نقلبها بش يتحول الأس السالب إلى أس موجب لما نقلبها يتحول الأس إشارتها باهي إذا صاد أس ناقص نص هي عبارة عن واحد صاد أس نص نقدر الجعاف كسرتها سابقة ترجعها لتولي صاد أس ناقص نص في البسط هذا علشاني هادي قلبتها في المقام باهي تساوي شن تساوي؟ تساوي ثلاثة كويس صاد أس نص هنلاعفو أن صاد أس نص هي نفسها جدر صاد صح والله؟ لأن جدر صاد هو عبارة عن شني؟ هو عبارة عن صاد أس نص مظبوط ولا؟ كويس إذا هادي تولي عبارة عن شني؟ عبارة عن واحد بس جدر صاد تو ساوي ثلاثة كويس إذا نحن نبقى قيمة صاد نحن نبقى نتفككم الجدر هذا انه تمتل آلا 궁금 فنحن نربعو الطلفين فلنا تربيع جدر الصاد بصاد لأن جدر الصاد تربيعوه جدر الصد مقا Pi ولين تكون جدر الصاد بصاد يساوي не نوجه الجدر يساوى عبارة عن عن تلأ تربيع مقا هي عبارة عن 9 شن مقام التسعة واحد نضربه الطرفين في وسطين إذن تسعة ساد توساوي شن توساوي توساوي واحد بالقسم على تسعة الطرفين إذن تمشي تسعة مع تسعة تطلعنا قيمة ساد توساوي واحد على تسعة وهذا هو إجابة السؤال هذا هو بالنسبة للتمرين التاسع ننتقل للتمرين اللي بعدها اللي هو تمرين 11 المفروض يكون في الدرس اللي بعد هذا اللي هو في القوانين الجدور لو كانت تمشي لصفحة 65 تلقى إن جدر ألف في جدر با يساوي جدر ألف با يعني جدر ألف في جدر با يساوي جدر ما بداخل الجدرين جدر ألف في جدر با يساوي جدر ألف با فهذا علاش نحن نستعينه في مثال رقم أو سؤال رقم 11 جدر 27 أصاد إذا قالك إذا كان جدر 27 أصاد في جدر 9 أصاد يساوي جدر 243 أوجد قيمة صاد التي تحقق المعادلة جدر 27 أصاد في جدر 9 أصاد كيفما قلنا حينما يكون عندك جدر ألف في جدر با يساوي جدر ألف با حيث أن ألف وبا يكون أكبر من أو يساوي سفر فرزا جدر نقص واحد يطلع جدر في غلط إذا كيف ما قلنا؟ لما تضرب الجدر هذا في جدر هذا ما بيداخل الجدر ويكون نزوز تحت الجدر كويس لما نضرب الجدر هذا مع الجدر هذا ويختلف في الأرقام يكون نزوز نطف الوزع في خطوة واحدة. جد الصاد وجد الصاد هي نفسها جدر صاد في الصاد. وصاد في الصاد لما نضربهم ينجمعوا الأسس. هذه أسها واحد أسها واحد تولي أس اثنين. ونعفوا ان الجدر يلغي التربية. هذا علاش كتبت ان الناتج يساوي صاد. فهمتوا عليا. بينما هنا يختلفوا هنا يختلفوا فنحطوهم زي ما هم وبعدين نعانوهم بشوية بشوية. شين يساوي يساوي جدر ميتين وثلاثة واربعين. يساوي جدر ميتين وثلاثة واربعين. كويس. لو نلاحظوا ان الـ 27 هي عبارة عن شيني هي عبارة عن 3 أس 3 او لا. إذن تولي 3 أس 3 صاد. 27 هي نفسها 27. إذن نرقبه 3 هادي هي المتاع الـ أس مع الصاد تولي 3 صاد. كويس. في التسعة مش نعفوه احنا هي التسعة عبارة عن 3 تربيع. إذن 3 أس 2 صاد. تحط 2 فوق مع الصاد. 27 هي 3 أس 3 تولي 3 صاد. كويس. شين يساوي يساوي جدر ميتين وثلاثة واربعين. إذن بما أن الأساس متشابه نجمع الأسس. إذن جدر أساس متشابه. تولي 3 نجمع أسس 3 صاد زايتين صاد. اللي هي خمسة صاد. يساوي جدر ميتين وثلاثة واربعين. عزيزي هل نقدر نطلع ميتين وثلاثة واربعين تحت جدر ميتين وثلاثة واربعين. حتى لو طلعناها من بهاش. لا يطلع لك بجدر. حتى لو طلعناها من بهاش تطلع. أعلاش لأنني بنفكها من جدرينا. فالربع الطرفين اللي نحن نعفونا التربيه يلغي جدر إذا التربيه يلغي جدر التربيه يلغي جدر يقعدك الناتج 3 أس 5 صاد يساوي 243 هنا عندي الأساس 3 فنبي هادي هنا يكون أساسه 3 شن هو الأساسه 3 يعطيني أو أساسه 3 مرفوع على الأسس يعطيني 243 دعنا نجربه بشوي بشوي 3 أس 4 يعطيني 80 ثلاثة أس 5 يعطيني 243 إذا 3 أس 5 صاد تساوي تساوي 3 أس 5 يعني 3 أس 5 تعطيني 243 بما أن الأساسات متشابهة إذا الأسس أيضا متشابهة بما أن الأساسات متشابهة معناها الأسس بما أن الأساسات يساوي بعض معناها الأسس يساوي بعض إذا 5 صاد تساوي 5 بالقسم على 5 الطرفين إذا الصاد شن تساوي الصاد تساوي 1 قسمنا على 5 الطرفين فأنها تساوي 1 خلينا نتأكد من إجابتنا في هذا السؤال للتأكد السؤال يقول جدر 27 أس صاد في جدر 9 أس صاد تساوي جدر 243 فحلي طلعنا الساعة تساوي 1 إذا جدر 27 أس واحد في جدر 9 أس واحد تساوي جدر 243 27 أس واحد هي نفسها 27 إذا نزيد در 27 في جدر 9 مفروض يساوي جدر 243 فخلينا نأخده ونديره جدر 27 في جدر 9 طلعنا يساوي 9 جدر 3 هل يساوي جدر 243 نعم 9 جدر 3 بما أن الطرفين متساويات إذا إجابتي تأكدت منها إنها صحة فهذا هو الحل إذا صاد تساوي 1 هذا بالنسبة للفيديو نتمنى تكونوا قد استفدتم معي شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته